للحديث أكثر عن هذا الموضوع بنضم معنا نورس العرفي صحفي في شبكة عين الفورات يسعد صباحاك سيدنا صباحكم أهلا وسلام بكم ومتابعينكم كرامة بداية خلينا نبدأ بأكثر المناطق شهرة بتربيت النحل بدير الزور أكثر المناطق طبعا هي الريف الشرقي أكثر من الريف الغربي نتحدث عن الجربي عن الطيانة عن هجين عن هذه القرى لأن فيها الأشجار أكثر فيها الخضرة أكثر من الريف الغربي الريف الغربي معروف بزراعة القمح وهذه الأمور أما الريف الشرقي الريف الشرقي فيه الأشجار وتربية النحل تعتمد على الأشجار على الأزهار فالريف الشرقي فيه أكثر لذلك نرى الجردي الطيانة هجين فيها منتشر تربية النحل أكثر من الريف الغربي طبعا لحصان حميدة هذه القرى هي في الريف الغربي ولكنها قريبة على الريف الشرقي ففيها الخضرة أكثر فالمناحة المنتشرة بشكل كبير في دير الزور في الريف الشرقي أكثر من الغرب شو أنواع المراعي سيدنا ورأس يعتمدون بشكل كبير على البرسيم الذي يزرعونه من أجل الحيوانات يكون مرعى للنحل والأشجار أيضا الأشجار المثمرة فالريف الشرقي فيه كثير من الأشجار المثمرة فيكون المراعي عبارة عن زراعة البرسيم فيه أزهار تتغذى عليها النحل ليس كالقمح طبعا القمح الشعير لا يزهر أما البرسيم يظهر فيه أشجار تتغذى عليها النحلات وأيضا الأشجار المثمرة وخاصة في فصل الربيع عندما يبدأ التمر بأبهور فهذه المراعي التي تعتمد عليها النحل بالنورة أسعار العسل هل فيه إقبال هل فيه موافقة من الناس المقبلة على شراء العسل أنه السعر مقبول العسل السعر مقبول يعني العسل نوعا بدير الزور نوع إنتاج محلي ونوع يستورد حقيقة هناك استيراد ليستيراد من خارج يجلب من إدلب طبعا فإدلب المناحل فيها أكثر إدلب الخضراء فالأراضي الخضراء فيها أكثر حفا صح يجلب من إدلب بالنسبة للسعر الكيلو كيلو النحل المصنع محليا 80 إلى 90 ألف بالنسبة للذي يجلب من إدلب أجور النقل بين 100 و120 ألف ليرة للكيلو الواحد سعره باهض تقريبا بس أرخص المنتج محليا أرخص طيب ليش بتم جلبه من غير محافظة هل بسبب أنه عدم كفايته حسب ما شفنا بالتقرير أساسا يعني المربين نحل هنا عم يدوروا على تصدير العسل أو عم يدوروا على أسواق جديدة في مناحل وفي مناحل كثيرة عم يدوروا على أسواق لكن العسل اللي عم يجلب من إدلب عم يكون عليه إقبال أكثر ربما طريقة التسويق طريقة التعبئة للآن بالنسبة للنحالين بدير الزور يفتقدون إلى الحركة التسويقية بالنسبة للبيع العسل ممتاز وبجودة عالية لكن إلى الآن لم يصلوا إلى مستوى النحالين في باقي المناطق ممكن الأنواع أيضا تختلف في إدلب مثلا المراعي تختلف المراعي تختلف مساحات صدر تنوعة نعم نعم زهر الليمون الأنواع تختلف السدر والليمون الأنواع تختلف والألوان تختلف ربما الإنتاج دير الزور يكون هذا اللون الوحيد الألوان تختلف والأنواع تختلف وأيضا طريقة التسويق هذه التي ما زال يفتقدونها حقيقة أن حاليا لدينا في مناطق دير الزور طبعا لا فرق بين ريف ومدينة قولا واحدا وهذا الفرق بين ريف ومدينة وضعه نظام الأسد نحن لا نتحدث به ولكن المناحة تنتشر فيه الريف أكثر فالريف إلى الآن يجب أن يكون لديهم العمل أكثر على موضوع التسويق فقط أما موضوع الجودة موضوع العمل موضوع الخبرات كما أعرضتم بتقريركم هناك خبرات هناك نحالين بخبرات جيدة نتحدث عن مهندسين دير الزور فيها الكثير من المهندسين الزراعيين فأول كليات هندسة أو أول جامعة كانت بالدير الزور هي كليات الزراعة الزراعة أنه اقتربه ماء الأقبال أكثر على العسل الذي يأتي منه سيد نورس مو بس التسويق يمكن كما مثل ما شفنا بالتقرير في بعض الأشخاص كان يقول أنه في تأخر بوصول المواد المطلوبة مثلا طالبين بعض كلوات الشمع أخذ معهم لهلأ ما واصل الطلب لأكثر من شهرين شو أسباب تأخر وصول المواد المطلوبة للنحالين الأسباب من يسيطر على المنطقة يسيطر على المنطقة التي يعاني فيها النحالون ولهم تحية منا طبعا عبر من بركم يسيطر على تلك المناطق نتحدث عن هجين الطيانة تلك المناطق يسيطر عليها نظام الأسد ويسيطر عليها الميليشيات الإيرانية فآخر هم نظام الأسد وآخر هم الميليشيات الإيرانية هي النحالين والإنتاج بشكل عام إدلب منطقة يسيطر عليها الجيش الحر منطقة مفتوحة منطقة مفتوحة على تركيا الآن بالنسبة للحال الذين في إدلب أي شيء يريدونه بتركيا يستوردونه ويحضرونه أما بسهولة بأسعار أقل فهنا الصعوبة تكمن وتكون في الذين يسيطرون على المطقة فآخر همهم هو الثروة الحيوانية والثروة الزراعية ورأينا تراجعها على كافة الأسعادة سيد نورس لا أعرف إذا توافقني الرأي بموضوع أو حسب ما قرأت الموضوع يتخذ هواية أكثر في دير الزور فيما يخص إنتاج العسل كان منتشر كثيرا على نطاق ضيق ضيق توقف 8 سنوات تقريبا بعد الرجاء حاليا استأنف نشاطه طيب شو السبب؟ ليش ما بيتم فعلا تطوير هذه الصناعة؟ الناس في دير الزور تتجه بشكل أكبر إلى الزراعة حقيقة إلى الزراعة والثروة الحيوانية لكن ليس إلى تربية النحل فانشغال الناس بالزراعة بالمحاصيل الزراعية زراعة القمح في دير الزور هي جراعة مشهورة ومعروفة القمح والشعير وخاصة القمح فالفلاحون في دير الزور ينشغلون بالزراعة تربية الحيوانات كمواشي أكثر من النحل النحل يحتاج إلى خبرة يحتاج إلى رعاية يحتاج إلى أن تكون بشكل مستمر على المنحلة وتدخن المنحلة وتستخرج النحل وتنتبه من وجود الدبابير الدبابير منتشرة بكثرة وهي عدو لدود بالنسبة للنحل الدبابير هو عدو لدود وتستنفر المنحة الخلية بشكل عام عندما يأتي هذا الدبابير فمنتشرة كثيرا بدير الزور لذلك نستطيع أن نقول عدة أسباب من أهمها إنشغال الناس بالزراعة وتربية المواشي والحيوانات وتكون ناجعة فيها وارد أكثر من تربية النحل الذي يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى متابعة أكثر من الزراعة وتربية الحيوانات كيف أهنها حاليا بدير الزور؟ أكيد في تواصل معهم طبعا أكيد الأوضاع للأسف سيئة لكن يحاولون أن يتأقلموا أدرجنا البارح خبر عن المهندسين وأكيد غطيتم هذا الأمر الطلاب السوريون الذين حققوا المراكز الأولى بالهندسة هنا في تركيا فالشعب السوري شعب قوي شعب يتحدى شعب يصارى كذلك بدير الزور دير الزور عانت الكثير من القصف والمحن والتهميش قبل الثورة والآن بعد الثورة تماما بدي لك نقطة أن التهميش قبل الثورة حتى الموضوع القديم شو كان سببه؟ هل سببه البعد عن المركز أو في أسباب أخرى؟ في أسباب سبب اقتصادي جدا مهم أيها جدا مهم لا تقول لي سيد دورة سوأيها ما في مشكلة في سبب جدا مهم السبب السياسي دير الزور هي مركز التقل بالنسبة للثروة لسوريا النفط والزراعة وكل هذه الأمور لذلك هم مشت لأنهم لا يريدوا لتلك المنطقة أن يكون فيها حيوية فيها نشاط فيها ناس متقفين وعلى رغم من ذلك أصبح فيها وفيها الكثير ونحن نعلم بأحدى الفترات كانت الحكومة 90% منها من دير الزور مناطق دير الزور فنظام الأسد تقصد ذلك وأيضا لأنه هناك مشكلة أيضا السبب السياسي آخر السبب الاقتصادي لا بدنا نحكي بالأسباب السياسي نحن صباحي دعنا بالأسباب الاقتصادية النفط يستخرج من دير الزور الزراعة وكل هذه الأمور لذلك لا يريدون لتلك المنطقة أن تكون قوية أن تكون تعتمد على نفسها أيضا عدم الموالاة لنظام الأسد بشكل كبير رغم أنه تحبع الكثير من الثروات كما ذكرت الزراعة والسيليكون الآن حديثا يعني ثروات كبيرة بالنسبة لدير الزور الزراعة تربية لحيوانات الثروة الحيوانية والنفط والآن السيليكون ولكن للأسف السيليكون الآن تضع أمريكا يدها عليك لذلك هناك الكثير من المقومات التي تجعل من دير ونهر الفرات نسينا هذا هو الأساس هو الأساس أستاذ أيامي نهر الفرات لو موجود بأي منطقة أو أي دولة غير سورة لرأيتها وهجنة هل ما زالت الجلسات على نهر الفرات؟ لا لا تنتهي الجلسات والخروج إلى نهر الفرات أتشوق لماذا؟ كنا في بداية فصل الصيف يبدأ الفرطوس أو التوت نخرج على نهر الفرات منتشر الأشجار على نهر الفرات لا نشتري من السوق الجميل أن تتسلق الشجرة أبدا فورا فورا شيء رائع جلسات نهر الفرات يعني تضاهي بالفعل تضاهي الآن يعني أجمل الشواطئ بتركيا جلسات جميلة نهر ما عذب النهر الجميل الأشجار إلى الآن موجودة والناس تذهب وتخرج وتقاوم وتحاول بالفعل أن تستمر على الرغم من الصعوبات التي يعانون منها بدير الزور على كافة الأصعيد الآن نريد أن نتحدث عن الأمور السياسية البرنامج الصباحي جميل بوجودكم شكرا لكم ومتابعين الأكارم لكن حقيقة دير الزور همشت وبالثورة عانت وإلى الآن مع الأسف لا تزال تهمش وهناك أمور يعني إيران ووجودها وتشيئة وتلك الأمور الآن نوجه تحية لدير دير هيك نحن نسميه الدير الدير وأهل الدير والأهل الطيب شكرا لك نورا ستاعت استمتعنا بوجود شكرا لكم هارك سعيد شكرا جزيلا لك